السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لها يوم الخميس 20 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج القوس ورحيظ الموجود في برج القوس لغاية الساعة 11 وثمان دقائق من مساء يوم الغد الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي إذن اليوم الخميس القمر موجود في برج القوس القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورحيظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 31 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي اللي الأربعة على الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وطبعا منزلة النعائم هي الإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق أيضا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط منلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا أكثر بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجهازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكننا أيضا بالفترة هاي اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة ما أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وبتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين من نفقاتنا ونتجنب الإفراط بالأكل اللي ممكن يعرضنا لبعض المشاكل اللي تتعلق بعسر الهضم أو التخمية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة وواحد عشر دقيقة مساء طبعا هاي زاوية تأثيراتها إلها تقريبا لسبع أيام ورح تستمر سبع أيام قادمة بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع من ميل تتبع أحلامنا ومشاريع خيالية وبرضه تعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب كما من ميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات وممكن نتعرض لبعض الوعكات الصحية الغامضة دوليا هي بالدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل بالقطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبرضه بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات أو طوفان مثلا وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعية وأيضا هاي الفترة بالدل على ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للحدث الأخير اللي رح يصير طبعا هو انتقال الشمس لبرج السرطان فكل عام وجميع موليد برج السرطان بكل خير طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة تفصيلها الكامل الانتقال رح يكون ساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يتظل الشمس موجودة في برج السرطان لغاية يوم الاثنين اثنين وعشرين سبعة لغاية الساعة سبعة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية هذا اليوم طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا بالنسبة لهذا اليوم احنا بدأنا بمراحل اكتمال القمر فإذا بالفترة هاي دائما نقول انه ما مننصح إلا بالعمليات الجراحية الطارئة وإذا كان في مجال التأجيل بيكون أفضل لأن اكتمال القمر عادة بيعمل سيولة أو ميوعة بالدم والزيادة عن اللزوم فدائما من نقول عملية التأجيل بيكون أفضل لكل أعضاء الجسم أهم إشي الأعضاء اللي ذكرناها هاي ما ينعملها عمليات جراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة 10.57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 11.8 دقائق مساء بتوقيت جرينيج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم الساعة 3.35 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج خلاص القمر بيبدأ باليوم الخمستاش نسبة الإضاءة اليوم رح تكون 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس طبعا اليوم هي موجودة بالجوزاء ورح تنتقل للسرطان ورح تظل موجودة في السرطان ليوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 70% القمر في القاوس حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 15% الآن ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة منتحس بنسبة 5% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم نشاط عالي جدا راح تنشطه في مجال الدراسة والسفر والهجرة السفر البعيد والاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب برضو بتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحباكم معكم اليوم حماستكم عالية جدا ممكن تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة أو ممكن تتلقى إشارة أو خبر كنت بتنتظروا بتكون الفترة نشطة جدا وهي محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز على الأموال المشترك اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أو ترتيبها أو فواتير أو دفعات أو التزامات والفرصة برضو متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تحسن أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات لا توقع على شيء بدون ما تتأكد من محتوى بشكل قانوني حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلك تماما طاقتك ضعيف شوي رغم أنه اليوم مناسب لتعزيز شركاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو عمل مشترك ولكن بدك تتجنب الغضب والانفعال ما تدعى أي شخص يستفزك حاول تحمي سمعتك من تشوهها وحاول أنك يعني ما تعتمد على الحضوض وردات الفعل بشكل كامل يعني بدك تكون مرن تبعد عن العصبية قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم بما أنه القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك التركيز رح يكون على العمل نوع من أنواع الخمول أو الكسل بإنجاز بعض الأعمال أو تشتت الفكري إنك تلتي بالأمور الغير مجدية فبدك تركز تنجز أعمالك عشان ما تضطر للعمل وقت إضافي وأيضا بدك تنتبه لغذائك وراحتك وتكون واضح في أولوياتك وما تدع أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك وخصوصا من زملاء العمل أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني طاقة عالية وحضوض وعاطفة ويعني بعض المكاسب والأرباح بتشتد رغبتكم أيضا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي أو العاطفي عنكم ترتفع المعنويات ولكن بدك تكون أكثر مرونة تعرف تتعامل مع أحبائك بدون فرض الرأي ممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا التركيز على الأمور البيتية والعائلية فبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدونه من أنواع التعاون مع أفراد العائلة وماشي ممكن تكثر بعض الضغوط أو المتاعب أو المشاكل العائلية ولكن بالحكمة بإمكانك إنك تحلها في نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فبدك تحذر الخلافات والمشاعر السلبية لأنه يعني ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك فالعقل هو اللي لازم يكون سيد الموقف بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا بتنشطه اليوم بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة أو لقاء عاطفي وبرضو بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بعضكم ممكن يهتم بمواضيع تتعلق بسيارته أو بإلكترونيات معينة اليوم بناسبك تكثيف التحركات بكل الاتجاهات بإمكانك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وحذرين من المغامرات المالية امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك أو ميزانيتك أو تعالج مسألة مالية معينة أو ممكن تحصل على بعض المكاسب زي ما ذكرنا وممكن تتلقى هادية أو تقدم على استثمار ولكن دراسته لازم تكون واضحة وأيضا ابعد عن المغامرات والنصابين والمحتالين برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس ثقتكم اليوم بأنفسكم كبيرة وعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يتدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو هاي الفترة ممكن تطلع على خبر بيكون بمثابة إشارة أو انطلاق جديدة هاي فترة ناشطة فيها حماسة برضو ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما على المستوى العاطفي أيضا الأجواء إيجابية ودعمة لإلك وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحبة واليوم طاقتك الجميلة ملفت للانتباه أيضا للجنس الآخر برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت المتاعب يعني بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول تعمل بشكل روتيني استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات لأنه في ضغط كبير اليوم رح يكون عليك عشان هيك ما تبادر بإصدار قرارات نهائيا أصبر لأنه اليوم وبكرة القمر موجود في بيت المتاعب بابتداء من يوم السبت الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي جدا فما تنجرف وراء الأفكار والسودة والهواجس والشكوك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بوسعكم اليوم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بأي شيء اجتماعي أنت اليوم أيضا بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز والأهم أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا أيضا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيمكنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تغار على مصالحك أو على منصبك فبدك تكون حكيم بإدارة المواقف وتكون مرن جدا بدون عصبية بدون مشاكل بدون مغامرات فهذا اليوم يعتبر يا من أسوأ أيام الشهر يا من أنجح أيام الشهر صحيح أنه في نوع من أنواع الضغط ولكن حاول قدر الإمكان تستغل الفرص وخصوصا بعلاقاتك ومعارفك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء